من صرخة الخميني الى صرخة الجامعة هذه الصرخة التي طافت على عربة البارود مخلفة الموتى والدمارة في كل ارجاء اليمن لتحط رحالها في صرح جامعة صنعاء جامعة صنعاء التي ظلت بمنأة عن كل الصراعات السياسية تحولت من صرح علمي الى منصة تردد فيها ميليشيات الحوثي صرختها وترفع لافتات تقدس الموتى وتعلو من شأنه استباحة المؤسسات التعليمية بحسب اكاديميين استخفاف بالعقل الاكاديمي والطلاب في جامعة صنعاء واستهداف واضح لفكرة التعليم وقيمها يقول الخبر الذي اوردته مواقع الميليشيا ان الوحدة الاكاديمية بجامعة صنعاء نظمت ندوة فكرية بمناسبة الذكرى السنوية لاسبوع الصرخة بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والاكاديميين لمناقشة تأثير الصرخة على واقع ومستقبل الامة هكذا ورد الخبر الذي لاقى ردود فعل تنوعت بين الصخط والاستهزاء والانتقاد للتجريف الحاد للعمل الاكاديمي والانتقاص من القيمة العلمية لحملة شهادة الدكتوراه والانتهاك لحرمة جامعة صنعاء قبل ذلك ترددت هذه الصرخة في جنبات المساجد وتغط على اصوات المآذن وتركت غاضبا مجتمعيا تسبب بمظاهر احتجاج وهجرة للمساجد ذاتها فهل تسعى ميليشيات الحوثي لمصادرة ما تبقى من مظاهر التعليم في اليمن القصة لم تنتهي فالصرخة التي اصبحت عنوانا بارزا لكل جرائم القتل والدمار والتشرد التي يشهدها اليمن تؤكد ان للصرخة بقية في تأثيراتها على الاجيال والتعايش المجتمعي لتفاقم معاناة 25 مليون يمن يتنازعهم الموت جوعا وقصفا وأوبئا